بسم الله الرحمن الرحيم وداعا الشيخ أحمد عبد الكريم الجهري لا رد بعد اليوم أو وداعا للرد على الشيخ أحمد عبد الكريم الجهري الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صلي على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا أو أن نغشى فجورا أو أن نكون بك ربي من المغرورين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام أما بعد الشيخ أحمد عبد الكريم الجهري في حلقته الأخيرة يعني تحدث بطريقة سأذكر فيها عدة عناصر عدة ملاحظات على كلمته الأخيرة أولا هو سلك سلوك غير العلماء يعني العلماء لا يسلكوا هذا المسلك العلماء إذا كت أمامهم نقطة بيرد عليها يوضحوها لكن العلماء حينما أحد ينتقد منهجهم أو رأيهم أو يعارضهم في الفكر أو في الرأي أو في التوجه بيبينوا موقفهم ويوضحوا خطأ الآخر أو يوضحوا صحة رأيهم وانتهى الآخر وانتهى الأمر لكن ما فيش حد يغضب من أن يخالفه أحد في الرأي أو في التوجه أو في الكلام أو ينتقده في أقطائه فيش حد من العلماء بيعمل كده العلماء بيتناولوا الطرح اللي أمامهم بالتفنيد أو بالموافقة أو بإظهار صحة رأيهم لكن الشيخ أحمد عبد الكريم الجهري لم يفعل ذلك يقول هل شخقت عن قلبي إحنا استدلنا على ما تقوله وعلى وجهة نظرك من كلامك من كلامك من كلامك أنت كلامك دايما مناصر للناس دول فإنت يبقى استدلنا من كلامك أدي نقطة أدي نقطة ننتهي منها سريعا لا نريد الوقوف أمامها النقطة الثانية أنك تصرح وتقول بأنك ترى أفضلية سيدنا علي بن أبي طالب في خلافة الرسول قبل أبي بكر وعمر وعثمان وتقول أن هذا لا يعيب الصحابة لأن الصحابة ليسوا معصومين فعلا دفنت العصمة يوم ما دفن النبي صاصل فيش حد بعد النبي معصوم وهنرجع للنقطة دي في نقطة تالية لكن أنا أتكلم الأول عن أنك أنت بتصرح أن أنت وجهة نظرك أن سيدنا علي أحق بالخلافة بعد الرسول مباشرة قبل أبي بكر قبل عمر وقبل عثمان وتقول أن هذا لا يقدح في من في الخلفاء الرشيدين أو لا يقدح في الصحابة يعني طيب دي وجهة نظرك لكن هل أنت قرأت عن دي فهمت عرفت درست لا أنت انطباعك من الكلام اللي بيقال حولك فتبنت هذا الرأي لكن أنا سأأتي لك بكلام الإمام الشافعي دا واحد من يعني طبقات كثيرة جدا من العلماء لم يروا اللي أنت شايفه دا واللي أنت بتكعبل الأمة به وبتنغص على الأمة عشتها به وتفتح قضايا انتهت وخلاص خلصت خلاص الأمر ساقه الله وانتهى الأمر لكن انت بتفتح الموضوع دا تاني قد تقول أنا بأقول أيوة طب رأيك دا يتبني علي إيه إيه فايدته إلا كسرت التناحر والشقاق بين الأمة إنت بتقول دا أنا أتمنى أن الأمة تتحد كلها بشقايها إحنا نتمنى دا قبلك وعلماء تمنوا ذلك وحاولوا التقريب قبلك لكن انت بتقول دا يعني بطريقة خاطئة هوضح لك خاطئة إزاي لكن أولا أريد أن أقول لك الإمام الشافعي كان يرى أن أبا بكر هو أحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديثين يعني الإمام الشافعي مش بيقول كده انطباعه أعاطف لا دا لحديثين يراهم الإمام الشافعي وبسنده في كتاب الإمام محمد أبو زهرة الشافعي حياته وعصره آراؤه وفقه وأظن بتعرف مين هو الإمام أبو زهرة أو الشيخ أبو زهرة بيتحدث عن الإمام الشافعي والقضايا اللي تحدث عنها الإمام الشافعي القضايا الكبيرة في أراء الإمام الشافعي وفقه الإمام الشافعي فماذا يقول الشيخ محمد أبو زهرة بينقل رأي الإمام الشافعي في موضوع الإمامة الحتة اللي انت فتحتها دي ومش بتوضحها انت بتقول رأيك كده وخلاص وتسيب الناس تضرب أخماس في أسداس وتشكك الناس لكن المفروض لو فتحت قضية تفتح القضية وتعرف الناس ايه وجه الخلاف فيها ومين أصحاب الرأي ده ومين أصحاب الرأي التاني وأي التوجهات طبعا الإمامية هما اللي بيشوفوا إن ما فيش خالص حد يستحق الإمامة إلا هاشمي الإمامة شايفين كده الإمامية شايفين كده يعني معنى كده طالما مش هاشمي يبقى أبو بكر عمر عثمان حتى عمر بن عبد العزيز بعد كده كل دول لا يستحقوا إيه إنهم يكونوا خلفاء لأن الخلافة تكون فيه الهاشميين فقط على رأي الإمامية أنت بتختار رأيهم الآن أنت بتختار رأيهم مش بقولك أنت زيهم أو منهم الله أعلم أنت يعني تفكيرك إيه لكن أنت بتختار رأيهم أهو طب الإمام الشافعي ماذا قال ينقل الإمام محمد أبو زهر في كتابه فيقول ويظهر أنه أي الشافعي لم يشترط هو بياخد أراء الشافعي وفقه الشافعي ووجهة نظر الشافعي في الإمامة مثلا في أشياء كثيرة جدا منها أوضح لك بند الإمامة يقول ويظهر أنه يعني الإمام الشافعي لم يشترط سوى القراشية فلم يشترط الهاشمي يعني الإمام الشافعي بيشترط في الخليفة اللي يخلو في الرسول أن يكون قراشيا يعني من قريش وليس شرطا أن يكون هاشميا إذ لم يرى أن إمامة غير الهاشميين باطلة مطلقا يعني الشافعي لم يرى إمامة يعني خلافة خلافة الرسول إمامة غير الهاشميين إيه باطلة مطلقا الشافعي مش شايف كده كما يرى الامامية زي ما الامامية شايفين كده كما يرى الايه الامامية بدليل انه روي عنه ان الخلفاء الراشدين خمسة الامام الشفعي روي عنه نقل عنه ان الخلفاء الراشدين في وجهة نظر الامام الشفعي كان خمسة من هم الخمسة دول قال الاربع السابقون الاربع اللي هم ابو بكر عمر عثمان علي الأربعة دول اللي كلنا نعرف انهم الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يعني الإمام الشفعي يرى ان سيدنا عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا ولو انه الشفعي ولو انه يشترط الهاشمية لصحة الإمامة يعني لو الإمام الشفعي بيشترط ان الخليفة عن النبي او اللي من الخلفاء الراشدين يكون هاشمي من بني هاشم لو ده شرط عشان صحة الإمامة عند الإمام الشفعي لم اعتبر عمر بن عبد العزيز خليفة كان ما اعتبرش ان سيدنا عمر بن عبد العزيز خليفة ورآه الخليفة الخامس إمام الشفعي لأنه أموي لأن عمر ابن عبد العزيز من الأمويين طبعا أنت دي أول ما تتحطى عندك يا شيخ أحمد هترفض رفض نهائي ده أموي شام الأمويين أنت بتقول كده لأنه أموي إحنا هنا بنتكلم عن الإسلام مش عايزين نقسم الأمة أموي خلاص خلص التاريخ ده خلص خلص إحنا نستفيد النهاردة من الإسلام من القرآن والسنة يبقى الإمان شفعي لم يشترط الهاشمية بدليل أنه جعل عمر ابن عبد العزيز في نظره الخليفة الخامس رغم أنه أموي رغم أنه أموي وليس بهاشمي وما ولي هاشمي سوى علي فيش حد هاشمي ولي الخلافة إلا سيدنا علي بن أبي طالب وإلى هنا نتوقف لنكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر